يوم عدنا النوع الثالث خلي نقول من النوع الثاني من الانساتشريتد هايدروكالبونس اللي هو الالكاينات مثل ما قلنا هي عدنا قبل من بلش بس هذا فتشيء اضافي للمحاضرة السابقة مرخص للتفاعلات بالالكينات ان التفاعلات هي اديشن وكمباسشن بوليمرايزيشن بوليمرايزيشن هاي ما اخذنا عليها شيئا ذاك اليوم مو يعني مو من ضمن منهجكم عدنا الكمباسشن والادشن الكمباسشن اللي حتشينا عليها انه ينطي سيو تو ايج تو او والادشن اللي هي اما اسيمتركل اضافة مواد متماثلة او اضافة مواد غير متماثلة انسيمتركل المتماثلة اللي هي الهايدروجينيشن والهالوجينيشن على اعتبار الجزيئات المضافة متشابهة والهايدروهالوجينيشن والهايدريشن تفاعل مع الهاتش اكس اللي هو اتش بي ار او اتش سي ار والتفاعل مع الماء هاي سموها اديشن اوف انسيمتركل موليكيول وشني العوامل المساعدة المطلوبة هذا مجرد مدخص هنا بالنسبة للاضافة الانسيمتركل موليكيول تخضع طبعا لقاعدة مار كونيكوف للاضافة الاشي اليوم بالكائنات اللي هي الصنف الثاني من الانساتوريتد هايدروكاربون الالكاين طبعا السايكليك انساتوريتد هايدروكاربون هو عبارة عن مركب هايدروكاربوني غير مشبع وغير حلقي يحتوي على آسرة واحدة او اكثر من الآاصر الثلاثية الكاربون كاربون تريبل بونتو بها الحالة الفونكشنغروب بالالكاين راح يكون هو هاية آسرة الثلاثية تفاعلات الصير عليها As the family name alkyne indicates the characteristic ending associated with the triple bond is Ayn General formula مانته CnH2n-2 فإذا صار عندنا إحنا الألكان الألكانات CnH2n-2 والالكين CnH2n والالكين CnH2n-2 لذلك إحنا حيكون الأبسط عضو فيه من أعضاء الكاينات يكون بذرتين كاربون طالما عندنا آسرة متعددة من عندنا آسرة متعددة معناها لازم أكو ذرتين كاربون على الأقل مو مثل ما كانت بالالكانات In alkynes we have only single bond so we can have an alkyne with only one carbon atom فإذا أول عضو من أعضاء أو أول مركب من المركبات الألكانات هو الأسيتلين أو الاسم الآيوباك مادتا Ethine Eth معناها ذرتين كاربون 9 معناها بيناتهم triple bond C2H2 بسم التجاريمات أو common name أسيتلين الآيوباك نيم الآيوباك نيم Ethine واللي وراء يجي بروباين وهكذا طبعا وجود الكاربون كاربون triple bond بال أي جزئة دائما راح ينتجلي بجزئة خطية الشكل الهم دسمال يعني الزاوية حتكون 180 درجة ومثل ما أخذنا بالألقينات عدنا 100 وتسعة عدنا 100 وأربعة عدنا يعني مختلف حسب المركبات The presence of a carbon-carbon triple bond in a molecule always results in a linear arrangement for the two atoms attached to the carbons of the triple bond Thus Ethine is a linear molecule linear معناها خطي ماكو زاوية مستقيم يعني الزاوية تكون 180 درجة ماكو ماكو زاوية أقصد يعني ماكو زاوية أقل من 180 الخطي يكون 180 التسمية حسب ال-IOPAC بالضبط نفس ال-alkins بإضافة المقطع in فقط بدل المقطع in فإذا نستشي نجي نشوف أطول السلسلة مستقيم تكون triple bond موجودة بيها نرقم من يمها ننطي أرقام لل substituents وال إنسان من مركب مثلا 1 but 2 هذا أطول سلسلة مستقيمة تحويل triple bond هي هذه مطعم الممكن أنه تكون هذه لنفس الشيء مهم أنه triple bond هنا بين 1 و 2 هنا هنا نابل الهبتاين هذا 6 6 زي مثل 3 هبتاين الهبتا triple bond أو الترقيم بدينا من جهة اليسار لأن إذا نبدي من اليمين ستكون الهبتا بين 4 و 5 بينما بدينا من اليسار فالهبتا ستكون بين 3 و 4 و السبستيونس موجودة على رقم 6 كذلك بالنسبة لهذا المركب اليهو هبتا داين هبتا داين داين يعني السفكس حتكون آين داين مو داين لما نقول داين معناها عدنا 2 double bonds بنفس ال chain لما نقول داين معناها عدنا 2 triple bonds بنفس ال chain هذا يعني احنا ما ما عدكم الموضوع هذا ما لل داين وبالنسبة لل داين مجرد انه اكو 2 double bonds بنفس ال chain أو trienes 3 double bonds in the same chain هذا ما نخش بتفاصيل الموضوع common names for simple alkyns are based on the name acetylene ال base name دائما بالنسبة ل common naming for alkynes هذا ملخص للتسميات بالالكانات والالكينات والالكاينات انو شلون نختار اول مرة السلسلة الاطول او اذا كان عدنا حلقة الحلقة الاكبر البريفيكس شن هو قعدنا alkyl اقعدنا مثيل اثيل whatever اذا يتغير اذا يتكررون هنستخدم البريفيكس اللوكنس اللي هي هنا يعني شون نقول موضح لكم كل مصطلح من هالمصطلحات حاط لكم اياه هنا في هذا المركب هاي اللوكنس اللي هي مواقع السبستيتيوانس هنا كم مرة متكرر السبستيتيوانس هنا اسم السبستيتيوانس وهنان اللوكنس مع الفنكشنل جروب اللي يجي قبل الاسم الاخير وموعدنا هذا الاسم الاخير هو اسم المركب اللي يمثل اطول سلسلة دائما الرقب القبل يمثل لي موقع الفنكشنل جروب اذا كان الكين فوين واقع التريبل بوند اذا كان الكين وين واقع الدبل بوند وهكذا الايزومارزم بالالكينز قلنا احنا عدنا المركبات الالكينز دائما لينير الاسر 180 درجة اللي على التريبل بوند فما راح يكون عندي ايزومارزم سترانس لي مو مثل الحالة الالكينات الالكينات لا عندي زاوية فقد يكون اكو up and down بالنسبة الالكينات مثل ما شفنا بس السرانس بالالكينات ما راح يكون اكو هال up وال down هتكون linear نشوف هال triple bond هنا هنا linear مو مثل double bond ال double bond منا مرات تجي كس ره يجو او صعد اللي فوق بالنسبة للالكينات يم triple bond يم functional group تكون shape linear فلذلك ما راح يكون عندي ups and downs بالتالي ما راح يكون عندي systems trans اكو constitutional isomer isom طبعا يكون positional isomer both relative to the carbon chain skeletal isomer and to the position of the triple bond positional isomer ها عندي constitutional موجود sustrans ما عندي sustrans isomer isomer isom فقط بالالكينات constitutional isomer 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 عندي اذا كان فقط carbon chain والمواقع ما هيكون skeletal واذا واذا ما الاصرة ال triple sorry skeletal هنانا هيكون اذا كان بالنسبة يخص ال carbon chain واللي خص ال triple bond هيكون positional isomer فهذا مثلا هنانا هيكون one pentine هنانا three مثل one butine هو هذا مركب واحد لكن ينطي isomer هنانا isomer or constitutional isomer متوفرة بالنسبة لل skeletal skeletal انه يخص التغير المجاميع الموجودة على chain positional اللي هو موقع الاصرة triple هنانا عندي اثنين المركبين اثنين هم hexine واثنين هم 6 ذرات carbon بمستوى واحد او خصدي بدون substituents لكن positional triple bond مختلف فراح يصير عندي two isomer واحد اسمه one hexine الاخر اسمه three hexine هذول ايزومرات مختلفة positional طبعا الصفات الفيزيائية والكيميائية شبيهة للالكينات والالكانات in general الalkynes insoluble in water وتذوب في organic solvents بالمضيبات العضوية والdensity مع الalkynes نفس الشيء ايضا مثل الalkynes and alkenes densities less than that of water والبويل point تزداد مع ازدياد الماس مع الجزائية المolecular الماس الalkynes with low molecular gasses at room temperature معناها البويل point معلتهم غالطية جدا the triple bond functional group of alkynes behaves chemically quite similarly to the double bond functional group of alkenes هذا يعني انه chemical properties or reactions of alkynes almost يعني نفس الشيء للالكين تفاعلات addition وين يصير الادشن يصير على التriple bond تنكسر تنطين مركب بدبل bond اقدر مرتلو خسوي addition ينكسر يطين مركب الكان فإذن هذه تحضير الالكان من الالكين alright in triple bond addition the first molecule converts the triple bond into a double bond and the second molecule then converts the double bond into a single bond another propine اول addition لل hydrogen يكسر triple bond يسوي double ينضيف الجزي الأخر حتكسر double bond وترضيني single وطبعا same as alkenes and alkenes الalkines عدها تفاعلات combustion لأن تعتبر flammable same as alkenes and alkenes ف readily undergo combustion reactions نفس الشي تجتعل أو تحترق مكوناتا كاربون